دكتورة بوشرة ابن عبدالخلاق اليوم اختررنا المتسبعين لنا في موضوع الصيام والحجامة وكذا المخاطر ديالوك نعرف المشاكل المتجارية وخصتنا في الصيام غير مصدعنا في صورة السلام عليكم دكتورة بوشرة ابن عبدالخلاق رئيسة الجمعية المغربية للطب التكاملي والتجديدي صماميخ انا سعيدة انني متواجدة معكم اليوم في قناة اليوم 24 باش نعطيه بعد التوضيحات على واحد طريقة اللي هي ناجعة جدا اذا استعملت بالطريقة الصحيحة الا وهي الحجامة الحجامة ورمضان رمضان كيف مثلا عرفو عنده الخصوصية ديالو الانسان تيكون الجسم ديالو ديجا في حالة صوم وفي حالة واحد نوع من تنظيف الداخلي فيمكن لينا نعملو حجامة في رمضان ولكن بضوابط بضوابط علمية وبضوابط على حسب الطرق المعتمدة عالميا بالنسبة المنظمة العالمية الصحة اللي سمحت ان هذه العمليات دار بوادة طرق هذه اول حاجة كيف ما قلنا خصوص تكون في واحد المكان امين اللي علاش لانه اول حاجة هي السلامة الصحية لهذاك المرتفق ديال العيادة اللي كيطلب العلاج بالحجامة كذلك خصنا نوضعوه تشخيص والذي يضعوه تشخيص هو اللي سيكون طبيب او الاعوان ديال الطبيب يعني هنالك اناس اللي هما مختصين فانهم يعملوا هذه العمليات الحجامة من بعد تشخيص اللي هو اللي كيكون الاساس بمعنى احنا كنعدو هاد الحجامة هي طب تكميلي وليس بديل بديل يمكن انه يخلق واحد الخلط عند التفكير بالناس بحيث غاين تسحيدوا الدواء وغادي نعملوا غير الحجامة وغادي تعطينا واحد نتيجة هذا خطأ ومثلا لا ينسح به المرضى اللي تطلبوا العلاجات بحجامة كان شرحوا لهم وكان نفسروا لهم بالتدقيق بانه طب تكميلي يكميل العلاج الكلاسيكي او الطب الكلاسيكي والمتين كونفنسوني اللي تعلمناها في كلية الطب واللي كتبقى كيفما قلت الاساس في تشخيص لانه باش نعملوا تشخيصات الامراد تيخص لابده واحد الفحوصات ميجرية واحد الفحوصات ديال المختبر كذلك راديويات الى اخرى وهذا ما يمكن يقوم بهم الا انسان اللي يدرس دراسات معمقة في الطب كيفما قلنا من غير الاسعافات دور الحجامة مهم بزاف في رمضان بحيث في ذاك الوقت اللي يكون الجسم ينظف نفسه الحجامة ممكن لهذا الشيء تعاوننا على اننا نقصه من السومية ديال الدم نقصه من واحد الاشياء التي كتقل الدورة الدموية وما كتجعلهش تكون كتدور بطريقة ناشيطة اذا الدور ديال الحجامة تكون تحفيز وتنشط هذه الدورة الدموية تحفيز جهاز المناعة هناك مواقع اللي مختصة انها تحفز جهاز المناعة والدفاع الالي ديال الدات ديالنا كذلك هي عندها دور كبير في تنظيف الكبير من السوموم من المعادن التقيلة فانما شأنها شأن من جميع العلاجات عندها الميكانيزمات ديالها وعندها البروتوكول ديالها وعندها الطرق الامينة كنا كدو نعودو على كلمات امينة يعني رمضان بصفة عامة الحجامة كدر على معيدة فارغة فرمضان هو مشي واحد المانع ديال الحجامة انما كان بعد الضوابت بحل اللي شرحت قبيلا من اللي كيقوم الانسان بالفحص الاولي قبل الحجامة لانه لا بد من فحص اولي وكذلك نشوفه تحاليل ما كنجيوش وكي يتم الحجم يعني حجم لاي واحد هادة الطريقة بحل اللي قلس كتساعد بزاف تخفيف الالام تخفيف الصدع او شما يسمى الصدع النصفي او الشقيقة الالام اللي هي مزمنة بالموازات مع العقاقير او الادوية اللي تكون الطبيب المعالج اعطاها لهادك الشخص كنزيدو هاد الطيب التكملي وكيعطي واحد الناجعة لانه كيبوتنسياليزي الاكسيون ديال هاداك الميديكاما او للطريقة الاخرى دائما كذلك كين موانع في المكان دكروشي طريقة كيف مكانت الناجعة ديالها هنالك موانع اللي مضبوطة واللي مسترة مثل مثلا يمنع منع تام انها تعمل عند المرأة الحامل كذلك عند الانسان اللي عنده فشل كلوي الانسان اللي يعاني من مرض كباد وهو اكتيف الانسان اللي تاخد العلاج الكيميائي او العلاج يعني عنده سارة الانسان وهو في الحالات ديالها يا جان تمنع كذلك في بعض الحالات الكثيرة اللي هي ممنهجة دكشي باش كيخصنا لابد منك نبغي ونعملو هاد العملية نمشي عند اخصائيين اللي تيخافوا هم على السلامة الصحية ديالنا ومشي يعني غايدروها بطريقة عشوائية حيث مع الاسف ما نراه المستوى الممارسة ممارسة العشوائية كتعطينا صورة مشوشة على هالطريقة اللي كنقولها وكنعودها هي طريقة فعالة الى جانب الطرق الكلاسيكية ديال الطب الممنهج يمكن لا تعطينا واحد النتائج مبهيرة خصوصا في الامراض المزمنة وخصوصا في الامراض اللي كيكون الام مزمنة فهيكا تخفف من الالام خصوصا عند اذكر على سبيل مثال عرق الناسة او ما يسمى بسياتيك او عرق بوزلوم كين مرض النقروس كين الالام المفاصيل كين الالام ديال الظهر و اشياء يعني كين واحد لزندكاسون اخرى انا دور دارك دكتورة نسمعنا لقدر الله مثلا المناسبة للمنسبة للمنسبة الاسعافات الاولية احيانا شيء واحد جدل هجابة ممكن ندره وقاتله شيء حالي شنو الاسعافات الاولية هذا سؤال مهن وكي يصب في نفس الاتجاه اللي كنت 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 تتكلم عليه اللي اسعافات الاولية باش نعملوها يخصنا نكونوا في واحد الفضاء اللي فيه طرق اسعافات يعني عندنا واحد البنبون دوكسيجين قريبة عندنا واحد الادوية سواء تكون سائلة او لا اللي كيمكن لنا نسعفو بها المريض اذا كان هناك غثيان اذا كان هناك خوف انسيت ما ذكرتش واحد المانع مهم خصنا نتكلم عليه هو ان الحجمة عمرها ما خصدر لشي حد اللي يخاف من الحجمة الخوف الشديد من الحجمة هو من الموانع المهمة غانا رجع ونقول بان غستدر في مكان امين باش تترجح تقاف هاد طريقة اللي هي كيف ما قلت وبديت ان المنظمة العالمية الصحح نفس السنة الاخيرة ديال المختط اللي عملته من 2013 حتى الـ 2023 لتشجيع ما يسمى الطب طبيعي والطب الممنهج عند الدول نامية كرافعة لتنيا السنة